اشتركوا في القناة انا قدر نجاوب كل الاسئلة او على الاقل اكبر عدد من الاسئلة في الوقت المخصص للريدين واللي هو زي ما تكلمنا عنه قبل كده ستين دقيقة زي ما احنا عارفين في الريدينج سكشن عندنا تلاتة بارجرافز هيحتاجوا تقريبا نص ساعة علشان تقرأهم بشكل طبيعي وبالاسلوب الطبيعي اللي هو اراية كل كلمة واستيعابها واستيعاب المعنى بالكامل ولو انت قرق صريع يمكن تقدر تكرر اراية اجزاء تانية لكن ده هياخد نص الوقت المخصص للريدينج سكشن وبالكاد هتقدر تخلص كل الاسئلة او حتى يمكن نصها مع العلم طبعا انكم لازم تجاوبوا 40 سؤال متوزعين على 3 سكشن وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هنتكلم عن الاساليب او المسجز اللي بتقدر تساعد في فهم الريدينج سكشن وفي نفس الوقت تجاوبوا الاسئلة كاملة زي ما شايفين قدامنا ده المسال لوحدة من الريدينج في امتحان الآيالز ده المسال اللي احنا هنستخدمه لشرح المسجز الخاصة بالريدينج سكشن المطلوب هو قرية النص بدون الاستغراق في تفاصيله او الاستمتاع بعملية القراءة نفسها لمحبي القراءة المطلوب بالزبط هو ايجاد الاجابات في القطعة وفي الوقت المخصص لها اول حاجة هنقرأ راس السؤال زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات وشرحنا اهمية العنوان مع اول باريغراف من الريدينج واللي هو بنعتبره التوبيك باريغراف او الجزء اللي بيشرح موضوع السكشن طيب ايه النتيجة او التحليل اللي طلعنا به بعد قرية عنوان الفاسج او اول باريغراف العنوان اللي هو بيدينا فكرة عن موضوع كمان اول باريغراف بيكون مليان وصفه وشرحه في المثال اللي معانا هو طويل وده طبعا احسن لانه بيدي مقدمة عن محتوى المقالة او الارتكل كلها باقي الارتكل هيكون بالترتيب نفسه يعني شرح الافكار لكن دايما خليكوا فاكرين ان الغرض مش لاستمتاع ولكن الهدف هو انكم تلاقوا الاجابات بس وصلنا للسؤال الاهم وهو الهدف الرئيسي للفيديو النهاردة وهو اختيار الوسيلة المناسبة علشان نوصل لاعلى سكور ممكن في الريدنج سكشن عندنا طريقتين مستخدمين في حل الريدنج وهي سكيمينج ان سكانينج هتحتاجوا انكم تتعلموا او تتدربوا على واحدة من الطريقتين علشان توصلوا لنتيجة اللي ترديكم نبتدي بالسكيمينج هتحتاجوا تتعلموا ازاي تعملوا سكيمينج للمقالة او بمعنى تاني انكم تقروا اجزاء صغيرة منها يفضل قراءة اول جملة من كل بارغراف واي اسم او رقم موجود في النص لانه محتمل جدا يكون فيه سؤال خاص به في اسئلة الريدنج ساكشنز اما بالنسبة للسكانينج فالطريقة دي بتعتمد على كلمة او مفتاح لاجابة اسئلة محددة ومطلوب منكم انكم تلقوها حاولوا تلقوها باسرع ما يمكن لان اساس الطريقة دي هو السرعة لكن اذا السؤال هيحتاج وقت يبقى لازم تكمل باقي الاسئلة وترجع لاجابته بعضين زي ما شرحنا قبل كده عن اجابة الاسئلة الطويلة زي سؤال الهدنج وانه يفضل اجابة كل اسئلة السكشن قبل السؤال الاطول فيها معانا كمان مثال تاني للريدنج سكشن وهنستعملوا الشرحة امثلة على اجابة كل سؤال من اسئلة الريدنج سكشن المثال اللي معانا وهو هنا هتلاقوا معاني الكلمات الجديدة او المتخصصة الموجودة في الريدنج سكشن ده يريد لو تحتفظوا بالكلمات دي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات في كراسة او دفتر مستقل واتخصصوا لكلمات الايالز عشان تكون مرجع او مصدر او رفرنس ليكم وقت مذاكرة الكلمات الخاصة بالايالز عموما خصوصا ان ده مفيد جدا في الريدنج وفي باقي الايالز سكشن اول مثال لأسئلة الريدنج سكشن هو سؤال الورد كومفليشن او التكملة وزي ما اتفقنا هنقرأ عنوان السؤال وهنلاقي فيه تنبيه بان عدد الاجابات الموجودة اكبر من الفراغات المطلوبة وان ممكن استخدام كلمة اكتر بمرة يعني خلينا نتخيل لو تجهلنا العنوان هنحل ازاي هتضعف صعوبة السؤال وهيتحول السؤال لحاجة محيرة طبعا ده هو السؤال ومطلوب فيه فراغين مع عدد كبير من الكلمات واللي لازم تختاروا منها الايجابتين الصح قبل ما نتكلم عن ده يريد تفتكروا تسجيل الكلمات من فضلكم مرة تانية ممكن كمان لو توقفوا الفيديو بس لشوية دقايق علشان تقدروا تجاوبوا الاسئلة باستخدام الكلمات الموجودة وبعدين تكملوا الفيديو على المعلومة اللي بعدها وصلنا للطرق الخاصة بحل سؤال الورد كونفليشن واول معلومة هي اراية التعليمات والامثالة المتوفرة قبل ما تحاول تجاوب لانه وارد جدا انك تفهم غلط اقرأ القطع سريعا علشان تفهم المعنى العام اقرأ الاسئلة وركز على الفراغات بالذات وفكر ايه الاجابات اللي ممكن تكون صخت يعني حاول تخمن طبيعة الاجابة قبل ما تدور عليها بعد ما تلاقي اجابتك ضروري جدا تتأكد ان الاجابة مناسبة منطقيا ومن ناحية القواعد كمان لان ده ممكن يتعرف عن طريق الكلمات اللي قبل وبعد الاجابة اخيرا اقرأ الجزء الخاص مرة كمان للتأكيد المثال التاني في الفيديو هو سؤال الماتشن لو فاكرين في الفيديو اللي قبل ده اتكلمنا عنه زي ما انتو شايفين الاجابة لازم تكون بس رقم السؤال بعد كده ممكن نقول فصل صغيرة او شرط صغيرة وبعد كده في رقم الاجابة فاذا مشينا حسب السؤال هيكون مثلا 6 وبعد كده شرط صغيرة وبعد كده وهكذا شايفين السؤال فوق بيبدأ برقم 6 بعد كده بقي الاسئلة مرقمة ب7 8 9 10 بالنسبة للاجابات فعندنا ABC علشان تحل سؤال الماتشنج اول حاجة لازم تقرؤ قائمة الاسئلة والخيارات المتاحة اراية سريعة علشان تكونوا فكرة عامة عن السؤال بعدها اعمل سكان التكست نفسه عن الكي وردز او السكشنز اللي بتشرح نفس المعلومات واعمل هايلايك لها او تظليل او اي طريقة تانية علشان تميز الجزء ده وترجعه بسهولة كمان وقت ما تحتاج بعد كده اقرى السؤال وحدد التفاصيل اللي فيه جوه الوريجنال تكست او النص الاصلي اقرى الجزء الخاص بالسؤال في القطعة وبعد كده اختار الاجابة وطبعا افتكروا ترجعوا على الاجابات في نهاية كل سكشن اما بشكل عام وعشان نحل الريدينج سكشن لازم تعرفوا ان كل المهارات دي مطلوبة جدا والمهارات دي هي اراية سريعة للتكست اللي هي ودي قرية سريعة للتكست قبل ما تبدأوا اي حاجة فهم التعليمات والاسئلة لازم تقروا التعليمات ولازم تقروا الاسئلة ما ينفعش ابدا انكم تتجاهلوا التعليمات لان هي دي اللي بتوضح ازاي هتجاوبوا الاسئلة وايه المطلوب في القطعة تعملوا سكانينج لاجابات محددة احيانا في حاجات بتجبرنا ان احنا نستعمل سكانينج فطبعا لازم تتدربوا على الاسلوب ده وتعملوا سكيمينج للفكرة العامة للتكست زي ما اتفقنا انتم مش المطلوب منكم انكم تقروا التكست كله انكم تاخدوا وقتكم في القراية كأنه اي موضوع بتقروا الهدف هو انكم تلاقوا الاجابة وتحلوا التكست في الوقت المحدد لي اخر حاجة المراجعة الدقيقة للاجابات قبل نهاية الوقت وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو مرة تانية شكرا لوقتكم اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي باي باي اشتركوا في القناة